تنفيذاً للتوجيهات المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن التوسع في التشجير بمختلف محافظات مملكة البحرين تم تحقيق الهدف المعلن في الخطة الوطنية للتشجير لعام 2023 وذلك للمساهمة في حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي وتتضمن خطة التشجير أيضاً زراعة أشجار القرم التي تمت مضاعفة هدفها السنوي هذا العام إلى 460 ألف شتلة ما يترجم حرص مملكة البحرين على تجسيد الأمن البيئي واقعاً ملموساً تولي مملكة البحرين اهتماماً متزايداً بالقطاع البيئي من خلال العديد من المبادرات والسياسات والبرامج التي يتم تبنيها ضمن مختلف مسارات التنمية وفي هذا الإطار تم الوصول إلى الهدف المعلن في الخطط الوطنية للتشجير بغرس 160 ألف شجرة وذلك في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على البيئة والموارد والتنوع البيولوجي إضافة إلى تحسين جودة الحياة والهواء وتوفير المسطحات الخضراء وبعزمة فريق البحرين تواصل المملكة تحقيق أهدافها للعام الثاني على التوالي في الخطط الوطنية للتشجير حيث بلغ إجمالي ما تم زراعته على مدى العامين الماضي والجاري نحو 310 ألاف شجرة موزعة على جميع محافظات مملكة البحرين ويؤكد ذلك جليا مضيء البحرين في تنفيذ التزاماتها الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول العام 2035 والوصول للحياد الصفري عام 2060 بما يسهم في حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخية وفي السياق تترسخ الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وبمساهمة منظمات المجتمع المدني في أعمال التشجير والحفاظ على التوازن البيئي وذلك من منطلق الإيمان بمبدأ المسؤولية الاجتماعية والتفاعل الإيجابي مع المجتمع المحلي وتلبية احتياجاته ويعكس هذا الإنجاز حرص واهتمام مملكة البحرين بواحدة من أكثر المبادرات الوطنية الداعمة لاستدامة الموارد الطبيعية والتوازن البيئي تحقيقا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم وأهداف التنمية المستدامة وذلك على نحو يدعم الجهود الدولية لمعالجة التحديات المناخية إيمانا من المملكة بأهمية التصدي لأثار التغير المناخي بشكل تكافلي على جميع الأصعدة وتحتوي الخطط الوطنية للتشجير أيضا زراعة أشجار القرم التي تمت مضاعفة هدفها السنوي هذا العام إلى 460 ألف شتلة كمرحلة ثانية وتمت زراعة 749 ألف شتلة من أشجار القرم حتى نهاية نوفمبر أيما نسبته 163% من الهدف السنوي ترجمة نانسي قنقر